أنا بقى كده قبل ما نروح للهروب من البيت لأن فعلاً في بناك كتيرة قوي بتستحمل المر بتستحمل عذاب بتستحمل حاجات عمر ما فيه بني قد ما ممكن تستحملها لمجرد أن أنا مش هايزة أرجع بيت أهلي تاني لمجرد أن أنا لو روحت مرات أبويا هتعنفني وهتعملني وحش لو أنا رجعت هيبقى جوز أمي مش طيقني في البيت وبيبصي لي بصات مش حلوة لو أنا رجعت لو أنا رجعت لو أنا رجعت يمكن لو أنا رجعت دي بنستحمل عذاب ومر كتير قوي عشان مقابل أن أنا مرجعش البيت دي تاني خلينا بقى نرجع بقى تاني أنواع العنف يا دكتور عايزين نعرف كده أنواع العنف كلها اللي بتستخدم ضد المر بوسفاً هي أنواع العنف اللي هي التضابر الشهيرة أو الأسية طبعاً اللي هو العنف الجسدي وده أشهرهم فيه اللفظي النفسي الجنسي الاقتصادي واقتصادي دي على فكرة ده مهم لبرضو أحد العلامات الحاجات الموجودة في المجتمع بتاعنا بس ما حدش بيجيلكوا الدق عليه طب خلينا أخذها نقطة نقطة يبقى أنواع العنف النهار دي يا جماعة نركز يعني إحنا بس إيه بنركز أن أول ما سيته تضرب فده عنف آه آه ده عنف طبعاً عنف غير مقبول يبقى أول عنف أول نوع اللي هو الضرب اللي هو خلاص الضرب ملموس الجسدي ده العنف طب هلأ هنقول نوع العنف ونتعامل معه إزاي ولا نقول أنواعهم الأول ولا موسفاً يا فكرة كلها يعني أصلي فيها حاجات بتبقى أكتر من حاجة طبعاً إحنا هناخدهم أول حاجة العنف الجسدي الجسدي طبعاً الفكرة كلها العنف بكل أنواعه مرفوض لنرجع أقول زي ما إحنا أحدك قلت في المقدمة تعتك الأم دي هي اللي بتربي وتعمل طب ما دي شخصيتها ونفسيتها وده كده كده هنعكس على البيت يعني أنا لو أنا درواتي بهين شخص جسدية أنا مفروض بقى أرد الفعل أنا منتظر منها أن هي تبقى مبتسمة وعادي والدنيا حلوة جميلة لا دا اللي هو ممكن يديها العلقة وبعد كده تاني يومي ولا خلاص بقى يعني أنا صالحنا فأول ما صالحك فأنت خلاص تتعملي عادي قدام العيال يعني ولا أمام تجايلهم زيارة فاللي هو اوعي تقليب يوشك ولا تلوي بوزك آه خلاص العلقة خلاص طب الثاني دي تتعمل إزاي يعني بعد ما هتتضرب وتتهاني هتربي بقى بنتها هتربي بنتها إزاي فتتفرج على بنتها في الشارع وهي بتتضرب بالظبط اللي هو أكيد دي كان بتتضرب وإصغيرة برضو بالظبط لأن غالبا دا مش صحي الفكرة كلها إن ما فعش دا يحصل ونسكت عليه بغي بغض النظر بس أقول لحدك في حاجات بتبقى إيه ساعات بعد ست تقول لك حساسة شوية دا زقني دا مسك إي دا جامد في فرق من العلقة وخبطني ولدرني على وشي ومسك إي دي جامد يعني برضو لازم واحد برضو يبقى إيه يعني مش كل حاجة مش أي حد لمسي دا لمسني أصلا مش أطفالي بس الفكرة كلها أنا آه مقدر إن أي حد ممكن أمضغوط رجل أو ست دا دا مش مبرر لإن إحنا بنطلع الطاقة السلبية بتاعتنا على الطرف الآخر تمام فدي نقطة لازم إحنا بنفعش إن إحنا نأخد نعديها لإن أنا لو عدتها هيبنة قبلتها عشان بنفعش بعد كان بعد سنة اتنين تلاتة أرجع أقول لأ مش عاجبني ما أنت أسكدتي لس سنين دي أو الشهور دي أيوة يعني نفس الكونسبت الحديث قلته اللي هي ممكن لأم تسمح إن ابنها يضرب بأخته بالضبط اللي هو لو مثلا بنت اتأخرت في الجامعة ولا معرفش عملت أي مشكلة ولا مثلا ارتبطت مثلا منه وراها تلاقي فجأة الأخ قام ضرب أخته فهو أنا هقبل إزاي إن أنا ابني يضرب بنتي طيب أنا بعد كده هي يعني هي هتاخد على شكل ضرب مش ده بيبقى تعود يا دكتور يعني الإهانة دي استمرارية الإهانة بتبقى تعود بعد كده يعني بتشوف ناس عندها مشاكل نفسي يقولك دي مراتي ما بتسكتش غالما بتتضرب بصي فانا يعني إيه الجملة دي بصي فانا هو بيبرر فعله إن هي هي تتهد لما تتضرب لكنها مبسوطة لكن ده بيسعدها هو مش قادر يبص على فكرة اللي إنت بتكسر حاجه وإيه إنت بتكسر حاجه والست دي يعني إنت بيبص كل مرة حاجة كل حاجة دي تترقمات بتقعد فترات طويلة يعني فكرة إزاي أنا حس بالأمام حد يعني نرجع نقول فيه فترة كده من قريب كان جات فترة إن الست ممكن هلت تأذي الراجل يعني تحاول تقتله طعانات حاجة زي ليه حصلت؟ من كتر الكبت والعنف الجرائم اللي كنا بنشوفها دي لإن هي بتفضل سنين وسنين تستحمل إهانة وتستحمل ضرب وتستحمل كل حاجة فبيجي لها وقت الانفجار بقى ما بتشوفش بالضبط فنرجع نقول لا هي مش العب هو اللي نرجع نقول إن غالبا في أغلب الأوقات هو بتبقى العنف بدأ من الراجل يعني حتى المجومة عملوا دراسات مثلا قال لك إن حوالي تلت الستات تقريبا بتعرضوا ده عالميا بتعرضوا لعنف لفظي أو جسدي من الشريك بتاعهم في حاجته وطبعا الفكرة دي ده رقم كبير ويقول لك إن حوالي 40% من الستات دولار اللي ممكن إنهم يموتوا يبقى غالبا السبب في موتهم هو الراجل أو زوجهم اللي هو الشريك فإحنا بنتكلم في أرقام كبيرة فالموضوع إن ساعات ممكن بحد يفتكر إن هو خفط أخفط لأ الخفط ممكن تبوت أه طبعا الناس بتفتكر موضوع بكل بساطة فهي الفكرة كلها إن فكرة إن العنف اللفظي أقز الجسدي ده ممنوع تماما بكل أشكاله ونفعش حد يتهون فيه لا هي ولا أهله